السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل حول قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة من ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ما المقصود بالظل هنا؟ هل هو ظل العرش؟ وما صحة قول بعضهم عن الظل؟ أن الله يخلق ظلا يوم القيامة ويظل به من يشاء من خلقه من شاء الله امكلفنا بالبحث هذا نحن نجيب الحديث بنصه ولفظه ونقف عنده ولم تكلف هذا وش المراد بالظل وهل هو يخلقه الله؟ وش الدائل هذا؟ لا نتكلف يا أخوان لا تكلفون نعم خلوكم مع النصوص نعم